هذا مثال من الأمثلة الآية تقول وعنده مفاتح الغيب كل المفاتح ما قيمة الدنيا في مفاتح الغيب لكن الدنيا هنا جئ بها مثال فالإنسان لا يرى إلا ما بين عينيه كما يقال يقول صلى الله عليه وآله صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته ونحن أبناء الدنيا حاجتنا في الدنيا نحن عميان لا نرى إلا حاجتنا إلا هذه الدنيا صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته حينما يكون لشخص حاج عندك فإنه سيكون لحوحا سيلح عليك كثيرا لأنه لا يرى إلا حاجته ويريد قضاءها أما الدنيا بالنسبة لنا هي حاجتنا الأولى والأخيرة فصاحب الحاجة أعمى نحن عميان في هذه الدنيا لماذا؟ لأننا لا نراها إلا هي والقرآن يكلمنا بحسب حاجتنا